بعد مضي أكثر من ستة أشهر على شغور منصب رئيس البرلمان وعدم تبكن قوى سياسية من اختيار بديل جديد يتصاعد مؤشر الجدل وغياب الاتفاق داخل أروقة المكون السني نفسه وبين القوى السنية والإطارية في ذات الوقت فرص الوقت بدل الضائع التي يتوقع أن تسعف المشهد البرلماني المتأزم سيما مع اقتراب عطلة الفصل التشريعي باتت قاب قوس أو أدنى ومع هذا لم تتمكن القوى السنية من الاتفاق على شخصية مرشحة لمنصب رئيس البرلمان لكن الصورة الأكثر إضاحا يرى خبراء القانون والمشهد السياسي أنها تكمن في ضبابية فهم المعادلة وتناول وسائل الإعلام مادة صحفية لا تمت للوقع بصلة إذ يؤكدون أن عنوين إعطاء الإطار التنسقي مهلة أسبوع واحد لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان من أجل التفرغ لجداول موازنة 2024 غير منطقية في ميزان العرف البرلماني مشرين إلى أن حزب تقدم لم يختر مرشحا بديلا عن شعلان لكريم ولا يستطيع اختيار مرشح نظرا لعدم موافقة قوى في الإطار على طرح تقدم طلبا بتعديل المادة الثانية عشرة من النظام الداخلي لتجيز فتح باب الترشيح في أي وقت أما ما يشاع بإمكانية مرشح سيادة سالم العساوي أن يمرر بالأغلبية فيؤكد قانونيون على أن تمرير العساوي غير صحيح في العرف البرلماني وهو ما يهضم حق أكثر من 75% من المكون السني والذي يتمثل بحزب تقدم كما أنه يخالف تفاهمات قوى إطارية مع أكبر حزب سني في العراق اشتركوا في القناة